أعلن المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس بأن جولة إعادة ستجرى الشهر المقبل في معظم المناطق التونسية بعد أن حقق 21 مرشحا فقط الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وأضاف بأن الجولة الثانية ستجرى في العشرين من يناير المقبل وستشمل 133 دائرة من أصل 161 وكانت الهيئة قد أكدت بأن 8.8% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في عملية الاقتراع التي جرت السبت الماضي